في البيضة احتج عدد من المواطنين على ما يقوم به البعض من اعمال تخريبية بحجة حرية الرأي وحق التظاهر شاركت في المظاهرة فصائل من الجيش الوطني ومماثلون عن مؤسسات المجتمع المدني طبعا انتوا الان تقولوا ليش المظاهرة طلعت في هذا التوقيت ومن البيضة اليكم السبب السبب الذي جعل هذه المظاهرة تخرج في شوارع البيضة هو ما حصل مع رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان حينما اتى للمدينة الاسبوع الماضي زيدان كان في طبرق ومنها تحول للبيضة حتى يعقد عددا من الاجتماعات التي تصب في مصلحة المدينة اللي صار انه في وسط اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من المسؤولين بالبيضة حاول عدد من المحتجين الامنيين اقتحام مكان الاجتماع واللي صار في منطقة لوسيطة وهي منطقة على فكرة جميلة جدا وتهجموا على سيارة وحارس امني تابعين لزيدان طبعا هذا الامر احرج ولا شك البيضة لانها منذ فترة بسيطة كانت تدعو المؤتمر الوطني العام لعقد جلساته فيها ضامنة لهم ان لأحا سيقتحم تلك الجلسات كما يحصل كل شوية في طرابلس لكن الباين ليبيا كلها زي بعضها اترككم الان مع التقرير سامة حسان مظاهر جمع من ابناء مدينة البيضاء وبعض مؤسستها المدنية وبعض فصائل الجيش الليبي احتجاجا على اي مظاهر للتظاهر الغير سلمي هذه المظاهر التي قد تؤدي الى تعطيل مصالح المواطنين وما يصاحبها من اعمال تخريب وعنف واهدار المال العام في هذا اليوم خرجنا لنؤكد ان حريت التعبير والتظاهر مكفولة لكل ليبي ولكن ليست بطريقة التخريب والتكسير وتعطيل مصالح المواطنين الامر الذي ادى الى اهدار المال العام فهذا امر نرفضه نحن كمجتمع ليبي وهذا امر لا ينطبق على الديمقراطية التي ضحى من اجلها شهدائنا الابرار نتظاهر في هذا اليوم شباب مدينة البيضاء الواعي شباب الجبل الاخضر الواعي يتظاهر في هذا اليوم من اجل القضاء على الظواهر السلبية مثل المظاهرات العشوائية بدون تصريحات مثل التخريب مثل الدمار مثل البناء العشوائي وايضا مظاهرتنا ندد فيها جميع اشكال السلبية اللي هنم متمثلة في اشباه الثوار اللي يطمحوا المطامع الشخصية يضغطوا بهن على الدولة وعلى الحكومة الجديدة انطلقت المظاهرة من امام مسجد بلال ابن رباح لتسير عبر شارع العربة في قلب البيضاء وصولا الى ساحة الشهداء وهي ساحة الاحتصام حيث القى المتظاهرون بياناتهم من اهالي ميدينة البيضاء الشرفاء الى كل بحر نظرا للمظاهرات السابقة التي تسببت في حالة رعب حقيقية بين افراد الشعب وادت الى تعطيل مصالح المواطنين من اعمال تخريب وعنف واغلاق للطرق والمصالح العامة والحيوية واهدار المال العام عليه نؤكد على كل مواطن ليبي تهمه مصلحة ليبيا ان يرقى بمستوى التظاهر الحضاري الذي يعبر عن حرية الرأي دون المساس بحقوق الوطن والمواطن شعارات عدة حملها المتظاهرون ورددوها مثل ليبيا امانة في اعناقنا ومن حقك ان تتظاهر ومن حق الذهب الى العمل ولا للتخريب وضد التمسك بالسلطة وتراب ليبيا واحد شعارات متعددة تعبر عن اهداف هذه المظاهرة المتعددة حق التظاهر السلمي هو حق تكفله الدولة الديمقراطية الحديثة لكل مواطن لقناة ليبيا لكل الاحرار السامة حسن